لم أردت المساعدة، كان يقول أنه لم يكن لديه عداوة معي أو سبب العداوة يجهلوا إلى حد اللحظة قالوا يجهلوا يجهلوا فقط الوحيد الذي لا يجهلوا هو أنت يا رايان وأنه سبقوا ربما أريد أن أضع شيئا الأخ رايان برونسي أو الزاميل لم أعرفوش خلاص في عام 2018، أعتقد أني سبقوا ربما لا أستطيع أن نذكر اسمها لك لا يعجبها قالوا أنها كانت معي في التنظيم وكانت هناك وقد أخذتها لديه من الخارج وكان شرفت لي أنها تحتضن هذا الموقف قالوا أن هناك أحد اسمه رايان برونسي وكانت عيش في الإسفان ومعرفوش في هذا المكان وإذا كانت أحب أن يحب أن يحاولنا وكانت لديه خدماته وكانت لديه خدماته وكانت لديه مجموعة في القرص والعين أحاول أن يقف درش اللي عليه في المهرجان هذا أو في المهرجان هذا أو في المهرجان هذا كانوا عندي خوتي مقسمتين جاءوا وفيهم أخ مراهق صغير في عمره 10 عام الباقي نخليه الكليك رايان برونسي خينتا وخي صغير على بلكم مشكين على هؤلين أعداء أنا وياك وكانين في الضمان ثاني اللي عندهم اللي بخاف هذا شو نقول لك نروح ونشوفه آخر سورة